تلاحظون خروج الهواء من الحنجرة بعد حربي نقول ت مقلات وهي وعاء مادني دائري يستخدم لطهي الطعام نقول زي ايكس وليس ذ ايكس لان مباشرة بعد ذا هناك فاول فنقول زي ايكس ان ذا نو هناك بعض الكلمات التي يكون فيها فرق بين النطق الامريكي والبريطاني المثال هنا هو كلمة نو نو في النطق الامريكي نيو في النطق البريطاني ثم لدينا بحان اي قامت بقليل بيض في المقلات الجديدة پان